السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا دكتورة عميسة العسري ودي قناتي على يوتيوب لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش لايك والشير والسبسكرايب وكمان فعل زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد ان شاء الله الفيديو ده مهم جدا لو يهمك صحتك وصحت اولادك يلا بسرعة اهد وراء وقلم وتعالي اسمع الفيديو للاخر مما لا شك فيه ان التونة من اكلات المفضلة در كبار والصغار وطبعا هي مصدر البروتين وفيها كمية من القوم الجسري والفيتامينات والاملح المعدنية وفيها يود وبيتاسيوم وفيها عناصر مهمة جدا ولكن مش اي تونة تتاكل ومش اي حد ياكلها ومش باي كمية تعالوا نعرف ازاي وليه يلا بينا فيه مثل عن دراف مصر بيقول الغالي تمنوا فيه ولكن المثل ده لا ينطبق على التونة المعلبة لان اغلى انواع التونة المعلبة اللي بيوصل سعر العلبة فيها 60 جنيه العلبة الوحدة بس هي اكسر انواع التسمما بالزئبق في حين ان الانواع الاخرى الاقل سعرا هي اقل تسمما بالزئبق ايه هو الزئبق الزئبق او الميركري اذا راسب كيميائي بتاعه اللي هو الـ HG زي كده الموجود في الترمومتر وحشوات الاسنان هو من المعادن السقيلة شديدة السمية المفترض اصلا ان جسمنا مفهوش زئبق المفروض ان مستوز الزئبق في جسمنا صفر ولكن مع التعرض لمستدر الزئبق المخترفة سواء بها عن طريق منامسة الزئبق باليد او عن طريق استنشاق بخاره او عن طريق تناول اطعمة تحتوي على الزئبق بيبدأ الزئبق يتراكم في جسمنا خصوصا كمان ان التخلص الجسم بتخلص منه ببطء ومع اتفاع مستوات الزئبق في الجسم بيبدأ احصل التسمم بالزئبق اللي من اعراضه طعم معدني في الفم واعراض عصبية زي فقدال الزاكرة زي تشنجات زي تهيج زي رعشة وعدم تحكم في الاعصاب زي اعراض كتير جدا قد تؤدي في النهاية الى الوفاة ولكن احب اطمانكم ان اصلا زي ما قلنا ان التسمم ده تراكمي ما بيجيش مرة واحدة بيحصل بعد فترات طويلة من التعرض لكميات من الزئبق الزئبق ده بيجي منين ايه هي مصادر تلوث البيئة اصلا بالزئبق فيه عندنا مصادر طبيعية او ده زي الانفجارات البركانية وفيه مصادر صناعية زي نفايات وادخنة المصانع بيبدأ الزئبق يتبخر وبينتشر في الهوى لمسافات بعيدة ولكنه في النهاية بيترصف في البحار على هيئة زئبق عطوي او مثال ميركري وهنا بقى المشكلة لما بيبدأ الزئبق ينزل في البحار بتبدأ الاسماك الموجودة في البحر دي تمتص الزئبق وتخزنه وكل ما زاد عمر السمكة وحجمها او وزنها بيبدأ كمية الزئبق اللي جوا جسمها تكون اعلى ازاي بقى نشتري التونة صح وازاي نختار علبة التونة صح لما مندخل السوبر ماركت بنلاقي اشكال وانواع كتير جدا من التونة نختار انه نوع وعلى اي اساس تعالوا نعرف فيه نوع اسم التونة البيضة او الالباكور او الثانوس الالونجا وخلي بالكوا ان الاسم العلمي ده بيكون مكتوب على العلبة منبره بالعربي سانوس الالونجا ودي من اسمك كده بيكون اللحم بتاعها ابيض ودي سمكة كبيرة في الحجم والعمر تركيز الزئبق فيها عالي لذلك افضل ان احنا لو هناكل من دي تبقى مرة واحدة في اسبوع كافية جدا النوع التاني اسمها التونة الخفيفة او اللايت تونة او التونة الفتحة ودي بتتعامل من اسمك اشهرها الاسكيب جاك او الكتسوانوس بلامس او الشنك تونة بتعمل برضه من الشنك تونة او من التونجول ودي برضه نسبة تلزئبق فيها اقل من النوع الاول اللي هو التونة البيضة النوع التالت حاجة اسمها البيج اي او السانوس اوبيسس ودي لو شفتها اوعى تشتريها ركز او في الاسم اسمها ايه اسمها سانوس وبيسوس لو شفتها او لقيتها مكتوبة على اي علبة تونة اوعى تشتريها لان نسبة الزئبق عالية فيها جدا في منظمة اسمها ناتشرا ريسورس دفنس كوانسل او منظمة الدفاع عن الموارد الطبيعية عمت لنا جدور كده كتبت لنا فيه انواع الاسماك وكمية الزئبق الموجودة فيها تعالوا منشوف الجدول ده بيقول ايه مع بعض نشوف الجدول دوت مكتوب فيه ايه الجدول مكتوب فيه مدرة ميركري يعني كمية الزئبق معتدرة ودي ات ايت سيكس سيرفنج او لس برمانسي تاكل موجودة زي التونة اللي هي كانت شانك لايت اللي هي تونة معلمة خفيفة وبتكون شانك يعني قطع والتونة اسكيب جيك تاني نوع عندنا الجدول اي لنا عليه اللي هو الهاي ميركري او نسبة الزئبق فيها عالية ودي ايت سيري سيرفنج او لس برمانس بتتاكل طرط مرات او اقل في الشهر زي ايه زي التونة اللي هي الكند الباكور زي التونة الالباكور او التونة اليلوفن يبنعين دون اللي هما الالباكور او اليلوفن لما لقيهم مكتوبين على ايه البتونة نحاول ما نشترهمش تاريت نوع بقى اللي هو الهاي ست ميركري افضايد ايتنج دي ما تقولهاش خالص دي زي التونة البيج اي اللي احنا قول عليه السونس بوسيسوس وديت لو شفتيها ما تشتريهاش خالص بالنسبة للناس الرياضيين اللي بيأكلوا تونة تقريبا كل يوم كل يوم لان التونة تعتبر مصدر رخيص للبروتين او بالنسبة للناس اللي هما بيعملوا ريجيم وبيأكلوا برضو تونة كتير كل يوم كل يوم على اساس ان التونة صورات الحرارية فيها اقل فالكلام تا ما ينفعش ما ينفعش ابدا الافراط في التونة حتى لو اخترنا الانواع اللي هي الكمية اللي زي بق فيها قليلة فازي ما قلنا ان الزي بق تأثيره تراكمي او بحصلش بين يوم وليلة بيتراكم في الجسم فعما يكسر التعرض الجسم للزئبك وتبدأ مستوياته ترتفع في حد اقصى لتناول التونة في الشهر او في الاسبوع ما ينفعش ان احنا نتخطاه ايا كان نوع التونة كمان بالنسبة للحوامل المرضعاط بالنسبة للحوامل فان كمية الزئبك اللي بتوصل للجنين بتكون ضرة عليه جدا وتأثر بتأثير سلبي وسيء جدا على الجنين لذلك برضو مفروض ان الحوامل مش هنقول يمتناعن لكن تقلل جدا جدا من كمية التونة اللي بتستهلكها وكمان المرضعاط لان الزئبك بينزل في اللبن فبيوصل للرضيع عن طريق اللبن فاجب كمان ان المرضعاط ان هما يقللوا من استهلكهم للتونة وكمان الاطفال اقل من 5 سنين يقللوا من استهلك التونة لان تأثير الزئبك عليهم بيكون اقوى من التأثير على البالغين حاجة بقى في الفيديو وبشكل عملي احنا نزلنا السوبر ماركت وصورنا بعض انواع التونة الموجودة عشان نشوف ايه نشتريه وايه منشتريهوش التونة اللي قدامنا دي دي تونة مفتتة يبقى مبدئا كده قبل ما نبص على اي حاجة تانية طالما مفتتة يبلغ مش اشتريها لان التونة المفتتة دي عبارة عن معجوم بقى من الراس بتاع السمكة والاحشاء والخياشيم والجلد على العظم اصلا كمان بيكون فيها بوايق عظم واللحم فبتبقى يعني جودة سيئة جدا وبيكون فيها كمية زباق عالية فاي حاجة اي تونة اي ان كان نوعها او ان كان السمك بتاعها طالما ما مفتتة يبقى مشتريهاش يبقى اول حاجة دي لحم مفتتة انا مش اشتريها تاني نوع مكتوب ان هي طبعا هي قطع سكيب جاك في زيت تمام دي اشتريها وتخلص من الزيت اللي بعدها دي لحم تونة داكن مفتت طالما بره مفتتة اللي بعدها اللي بعدها اه اللي بعدها دي مكتوب فيها نوع السمكة ييلو فن او صنص البكارس الالبكارس دي كيتبقرتو مع الالبكور في نفس المخطط او في نفس الجادول اللي هي هاي ميركري نسبة الزيباق فيها عالية يبقى اليلو فن والالبكور دي من السمك اللي نسبة الزيباق فيها عالية يبقى لما لقي سمكة عندي بالشكل ده مكتوب عليها ييلو فن او السنس البكارس دي ما اشتريهاش اين بقى كانت في محلول ملح في مياه قطع مفتتة ترام ان هي يلوفين لا ما اشتريهاش اهيت تونة يلوفين قطع واحدة في زي الدور شمس يلوفين برضو ما اشتريهاش زي هذا البكور اليلوفين والالبكور زي بعض ما اشتريهمش دي لايت ميت تونة دي لحمة خفيفة قطع اشتريها واتخلص من الزيت دي كاتسوانس بلاموس درجة اولى لون فاتح في زيت عباد الشمس برضو اشتريها دي قطع درجة اولى كاتسوانس بلاموس اللي هي السكيب جاك لايت تونة اشتريها واتخلص من الزيت دي ايه عندنا دي سكيب جاك قطع موجودة في زيت اشتريها واتخلص من الزيت اما دي بناسبها بالاخر كده عشان نحل بيها دي تونة قطع خفيفة كنتين اوم جسري في محلول ملح مية في محلول ملحي دي اشتريها دي اول حاجة ادور عليها ساعتا ما اجي بقى اشتري تونة ادور على العلبة اللي زي دي انا مش بتكلم علي المركة ادور على العلبة الي زي دي اللي هي تكون طبعا قطع انه هي تكون ايه high tuna التونة خفيفة او التونة الفتحة اللي هي زيل السكيب جاك انه هي تكون في محلول ملح العلبة الي زي دي دي انزلOS اللي المركة كده أسأل عليها أبعد تماماً عن المفتتة أبعد تماماً عن البيج آي الألبا كور والييلو فن لو اشترتهم اضطرت واشترتهم يعني أشتري مرة كل فن وفن كده ما قطرش فيها أشتريها بحظر وزي ما دايماً بنقول أن الأفضل والأوفر والأنظف أن نحن نعمل حاجة في البيت والتونة من الحاجات السهلة جداً أنها تتعمل في البيت ادخلوا على اليوتيوب هتلاقي فيديوهات كتير أو بتتكلموا عن طريقة عمل التونة في البيت دا كان فيديو النهاردة لو استفدت منه عادي تشوفوا اللايك الجميل بتاعكم وكمان ما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان يشوفوا أكبر قدر ممكن من الناس اللي أصلاً ما كانوش يعرفوا أن فيه فرق من أنواع التونة وأن فيه تونة ضرة وفيه تونة أقل ضرر وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته